السلام عليكم يا أصدقاء ومرحبا بكم في فيديو جديد دائما وأبدا على قناتكم جيمز بارك أتمنى أن تكونوا بأفضل لحوالي أصدقاء وفي فيديو اليوم إن شاء الله مستمرون معكم في سلسلة تعرف على خطته وسوف تكون يعنى معنى خطة جديدة إن شاء الله في هذا الفيديو خطة ليست بفارق بل سوف يكون معنى خطة خاصة بمنتخب ومنتخب من أمريكا الجنوبية وغيرا منتخب معروف ليس الأرجلتين أو البرازيل لكن هو منتخب جيد ومحترم صراحي أصدقاء سوف يكون يعني لديهم خطة جيدة قد سوف تفيدكم مئة بالمئة أنا متأكد أن هذه الخطة سوف تفيدكم لأنها كذلك تعوي خطة أربعة اثنان اربعة نحن نعلم أن خطة اربعة اثنان اربعة غير موجودة حتى الآن في اللعبة لذلك نقوم بالبحث عن خطة مشابهة لخطة اربعة اثنان اربعة لأننا جميعا نعلم أن خطة اربعة اثنان اربعة جيدة وجوميا كذلك دفاعيا رغم أن وسط الميدان يكون شاء ضعيف لكن هي خطة تبقى محترمة ومقبولة في الهجوم والدفاع لذلك نتطارق تائما للبعث عن خطة مشابهة لخطة اربعة اثنان اربعة وتمعنا اليوم خطة مشابهة لخطة اربعة اثنان اربعة من منتخب ليس فريق لذلك يا أصدقاء أتمنى أن تضعوا لايك للفيديو يعني إذا كنت تشاهدت الفيديو ووصلت إلى هذه الدقيقة قبل وضع لايك اشتراك فقال نتفعيل زر الجرس وتفعيل زر الجرس هو أمر مهم جدا يا صديقة حتى تتوصل بكل الفيديوهات الجديدة وتكون من اول المستفيدين كذلك لتنسى وضع يعني التعليق محفز لنا لنستمر ولعني اصدقاء لنبدأ الشرح ونتعرف على هذا المتخب ونتعرف على الخطة. دائما كالعادة نقوم بالضغط على ثم نقوم بالضغط هنا على وسوف يدر معنا اوروبا امريكا الجنوبية افريقيا اسيا نقوم بالضغط على اه امريكا الجنوبية نقوم بالنزول نضغط على او ناشنال نقوم بالنزول يعني سوف تجد ان هناك العديد من المنتخبات يعني في امريكا الجنوبية رغم انها ليست بالكتير مثل اوروبا لكن هناك منتخبات محترمة نقوم بالضغط على اخر منتخب وهو منتخب الاوروباي ونقوم بالعودة هنا نقوم بالرجوع مرة اخرى ثم نقوم بالعودة. تابع ما يا اصدقاء حتى تفهم كيف تستخل هذه الخطة وكيف يعني اه تقوم بوضع اللاعبين مناسبين في كل مكان ويعني حتى تستفيد من هذه الخطة بشكل مناسب نغضع عن وها هي الخطة تظهر مع عني اصدقاء كما تستطيعون خطة اربعة اثنان. هي خطة مشابهة بعض الشيء لخطة يعني الاربعة اثنان اربعة نقوم فقط بالتعديل على اللاعبين ووضع كل لعب في المكان المناسب له يعني نقوم بآآ جلب اللاعبين يعني اللذية اللاعبين مناسبين لكل مكان مثلا سوف اضعهم مثلا هنا مكان ميسي حسنا هنا في هذا المكان يلعب كار ام اف نحتاج فقط الى اللاعب او يمكن يعني مثلا يعجب على هنا مثلا كلاعب اه او اه اه اف يعني سوف اضلكم مثلا في مركز الام اف واترك اه في مكان ار ار ام اف ولدي مهاجمان من بعض يعني رؤوس حربها صريحين يمكنني كذلك الاحتماد على في مركز ام اف وكذلك في مركز او يمكنني تحولهم الى في حال اذا كنت انا متأخر في النتيجة واحتاج الى عدد كبير من المهاجمين يمكنني تحويلهم من الام اف الى السام اف لكسب مهاجمين اضافيين والعب بستة مهاجمين عوضة اربعة مهاجمين كما ان هذه اللاعبين ار ام اف والال ام اف يعودون للخلف للمساندة الدفاعية اما بنسبة الاساليب اللاعب في هذه الخطة الاصلقاء يمكنكم تنوي اساليب اللاعب هنا كهجمات مرتدة سريعة او كرة طاولة كهجمات المرتدة لعب على الاطراف اربعة اساليب يمكنكم الاعتماد عليها في هذه الخطة يعني خطة محترمة مقبولة بجميع اساليب اللاعب يكفي ان تتوفر على لاعبين سريعين مثلا هنا وديبول هنا ديبول انا شخصيا اه قمت بادخالي في التشكيلة فقط لمساندة الدفاعية اكتر من الهجومي لان ديبول قوي بعض الشيء يعطيني تمريرات يعطيني اه يعني قوة دفاعية وفريمبونج يعطيني قوة هجومية وكذلك قوة دفاعية رغم انه يكون متراجع قليلا للمساندة الدفاعية اكتر من الهجومية لكن هو لاعب سريع لذلك سوف يهاجم ويدافع في نفس الوقت اما سوف يهاجم كذلك لكن كذلك هو مثل يعني اختلفا في السرعة سريع وديبول لكن كلهم الذين ادوار دفاعية وهجومية كذلك وكيميتشون الذين ادوار دفاعية واربعة مدافعين والاضي ريسين اذا الهجوم حوالي ست مهاجمين في الحالة الهجومية وتمانية او ست تقريبا مدافعين في الحالة الدفاعية لذلك هناك توازن كما تشاهدون توازن في خط الوسط والدفاع والهجوم يعني خطة مستقرة مئة بالمئة يمكنكم اعتماد عليها بيعني بجميع اساليب اللاعب تحتاج فقط الى لعب الام اف والام اف جيدين حتى مثلا اذا كان لديك في مركز الام اف مثلا للاعب يعني سوف تكون خطة اسطورية معك سوف تتجربة العديد من الاهداف لانه هونغ مينسون من افضل اللاعبين في مركز الام اف نقوم فقط بالتعديل على الخطة كما قلت لكم هنا اصدقاء نقوم فقط بالتعديل على الخطة ووضع اللاعبين المناسبين في المكان المناسب وسوف تكون خطة جيدة معكم ان شاء الله والان اصدقاء لننتقل الى ارضية الملعب ونرى كيف تبلي هذه الخطة في المباراة يعني ونرى طريقة تحرك اللاعبين ونشرح كل شيء داخل ارضية الملعب وكالعادي اصدقاء ومع ضربة البداية مع بداية المباراة الكرة الى فريمبونج وتمريرها رائعة لللاعب هالان تعطيك انتراض منذ بداية المباراة واول الاهداف عن طريق اللاعب مباطي يعني كما شاءتم اصدقاء يعني من بداية المباراة يمكنك خلق فرص خطيرة عن طريق هذه الخطة يعني خطة تعطيك يعني قوة هجومية كبيرة يعني تجد ان لديك اربعة لاعبين بالهجوم وعند يعني الدخول الى مربع عملية الخاصة تجد ان لديك مهاجمين مما يسمح لك بتمرير الكرة من المهاجمة الاول الى المهاجمة التاني وكسب يعني مسافة اه كبيرة او مساحة كبيرة للتسديد وتسجيل العديد من الاهداف انظروا الى هنا يعني ثلاثة لاعبين لا يوجد اي رقابة علىه اللاعبين لكن ديبول لا اعلم بصراحة ماذا اراد ان يفعل في هذه الفرصة لانها فرصة لا تضيع ولا يمكن ان تضيع مثل هذه الفرصة وكذلك هنا اصدقاء كما تشاهدون اربعة لاعبين او ثلاثة مهاجمين داخل مربع عمليات الخاصة وكذلك هذه محاولة اخرى عن طريق كرة عرضية ورأسية من لكن لم تسجل والجميل في هذه الخطة هو انه يمكنك تسجيل الركنيات من هذه الخطة يمكنك لعب الركنيات يعني الى خارج مربع العمليات يعني الى اللاعب الذي يقفونه ثم ان تقوم بالذهاب والتسديد والتسجيل يعني هذه الطريقة جربتها اكتر من مرة ونجحت معي تقريبا في جميع المرات التي قمت بتجربة هذه الخطة وهي التسجيل الاهذاف من الركنيات يعني لا تلعب كرة عرضية اذا ما تكون لديك ركنية لا تقوم بلعبها عرضية فقط تقوم بلعب الى اللاعب خارج يعني مربع العمليات وكذلك يمكنك قلب جهة اللاعب مثلا اذا كانت الجهة ممتلئة تجد انه لديك فرصة كبيرة لقلب جهة اللاعب كما تشاهد كما فعلت انا الان هو تسجيل الهدف الرقم الثالث عن طريق هذه الطائقة يعني عندما تكون مثلا الجهة اليسرى فيها العديد من اللاعبين تقوم بلعب الكرة من الجهة اليسرى الى الجهة اليمنى وتجد انه لديك مساحة كبيرة وكذلك هنا تقوم بالتأني حتى تجد انه لديك لعبين كتيرين في الهجوم في وسط الميدان وتجد ان هنا في كرة وتسجيل الهدف الرابع في المباركة يعني هذه الطريقة او هذه الخطة يمكنك اللاعبها في جميع السокой اذا كنت تحتاج مثلا الى الصراع عادي يمكنك اللاعبة مرشدة فقد تحتاج الى لاعبين سريعين. اذا كانت يعني ليس لديك لعبين سريعين وتريد لاعب واستحوات. فهذه الخطة كذلك جيدة لانه يكون لديك العديد من اللاعبين كما تشاهدون مما يتيح لك فرصة كبيرة لتدوير القرى ولعب كرات يعني لمسة واحدة او لاعب تيكي تاكا واي اسلوب لعب انت تعتمد عليه كذلك يمكنك اللاعب على الكرات العرضية. اذا كنت تلعب عرضية سوف تجد ان لديك يعني اللاعبين في الاطراف. وهنا اخدت بطاقة حمراء بسبب هذا الانزلاق. يعني بصراحة ظلم تحكيمي كبير في الفين وثلاثة وعشرين كبيرة سايدين. يعني بطاقة حمراء اللاعب هالن. رغم ان الانزلاق كان عن غير قصد لكن اخدت بطاقة حمراء واكملت. يعني اكملت المباراة بمهاجم واحد وهو انبابي. لكن لا مشكلة في هذه الاصطقة. المهم ان هذه الخطة كانت جيدة معي تقريبا في جميع اطوار اللقاء. ونيتأكد من ان الخطة كانت جيدة فهذه هي احصائيات المباراة امامكم يا اصدقاء. يعني كانت احصائيات جيدة بالنسبة لي الاستحواذ على الكرة والتسديد. وكل شيء كان جيد يعني لم اريد ان اوسع عرفار اكتر. ونجوم المباراة كماتشيدة. الرغم ان هالن الذي خرج في بداية في نهاية الشغط الاول. يعني لم يلعب الشغط التاني. لانه هو نجم المباراة.